تحية طيبة جميع المتبعين إذا كما اشتوا تبعتوا البيت المباشر الأول بعد الأمطال الغزيرة التي تعرفها مدينة وجدة كما تشوفوا الآن المدينة الله يستروا وسقي طريق شوف فيضان شوفوا معنا طريق كلها مسدودة فيضان مدينة كل الشوارع أغلب الشوارع ديالها كل محال هكا بالأسف تقول هيها عشاني أن الناس كتدوز بي صعوبة في سيارة ديالها الأمطار العاصفية اللي ضربت المدينة شوفوا معنا شوفوا معنا بالأسف كما كانت من الناس على رضيو يدخلو لنهن هنا هنا يوم ما كان هذا الشيء تعليز وكليفيال ولكن الاسف ندينا هنا اقامة انظروا الناس بسدود عليهم شوفوا الماء طالح تلطة طوار كما تشوفوا معنا شوف 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 هل يحاولوا نحن ينضيروا جولة في مدينة كاملا ونصلكم الاجواء الطبيعة أتمنى أنهم نستعلى راديو يجندوا ويخرجوا يسلحوا هذه الشهادة بل أن الأمطار باقي يحتل حدثت عن ليل كان هناك نشرة بورتقالية لكن حتى في ميدلت آزيلال وورزازات تاوريت منطقة الشرقية راشدية مجموعة دي المدن المغربية كلهم نشارات بورتقالية ماذا ترى؟ السيارات تدوز هنا بصعوبة محمول وطور وشكين واحد اللي هي موطور شوف 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 موطور موطور شوف اللي هي الطريق ديال دخلت عوجدة وشكين شي حاجة ولا لا سوف ايجاد فترة ماذا كلها تراح تشتري انظرون هذه الناس مساكنين النسو بالنعم ماذا يبحث؟ هذا النداء الناس على الراديو الله لكم هذا الناس هنا كثيرا فوق الطرطور يجيو سليكوت على الزبلي فيا اللي هي هاتشوف ها والهات هادك كلها ها نمو هادك هو اللي الماء ها شوفوا باقي الرعد وباقي العاصفة مستمرة إذا مما توقع شيء كاريت الله يصير هنا مدينة مجدى باتهم ناو أنا كنت تخلوف أقصى سرعة ها كتسمعوا معي ها متتبعين الكرام كتسمعوا معي ها في هذا المباشر ها كتسمعوا معي ها كتسمعوا معي ها كتسمعوا معي لأسف سيارات كتدوز من صعوبة كما تشيقون معي ها اللفة جهة ونفجها الأخرى من أسف نحاولو مشو المالات الأخرى باش نشوفوش نواقع بطبيعة الحال إذن تقطية مستمرة لهذا الأنطا تمنى إن شاء الله ما توقع شيء كاريته أو شيء حاجه أظن أنه آلية تعمل جيس جهة الشرق قريد خرج لابا تحسباً لأي طريق يعني في أي منطقة وكن حيوهم يعني هاد الفكرة ديال مركز ديال الإيغاثة هي الوحيدة لكنا في المغرب برافو عليهم برافو الرئيس الجهة بطبيعة الحال والناس اللي فكروا هاد الفكرة نتاع مركز الإيغاثة بطبيعة الحال تمنى أنه تكون مركز الإيغاثة جميع ربع المملكة تمنى أنه تكون مركز الإيغاثة تمنى أنه تكون مركز الإيغاثة جميع ربع المملكة